الله وبركاته أول رد من اتحاد الكرة على بيان الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي 12 لعبا يغيبون عن الزمالك وفرمان جميز وقرار الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان نبتدي بقضية الشحات والشيبي اللي بقالها سنين أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن مجلس إدارة الاتحاد لا يتدخل مطلقا في قرارات لجنة الانضباط وقال جمال علام في حواره لأحد البرامج أن اتحاد القرى لا يتدخل مطلقا في قرارات لجنة الانضباط الاتحاد يعلن فقط عن القرارات التي تتخذها اللجنة وتبع أن ملف أزمة حسين الشحات لعب الأهلي ومحمد الشيبي لعب بيرامجز يخص لجنة الانضباط وهي فقط المسؤولة عن اتخاذ القرارات ثم أكمل قائلا توجد مساعي حاليا من عدة أطراف لحل أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي بشكل ودي ولكن هذا بعيدا عن لجنة الانضباط المسؤولة عن الفصل في القضية والأهلي يطلب ردا عجلا من اتحاد القرى لتصعيد أزمة مخالفة اللوائح للجهات الدولية أرسل النادي الأهلي يوم الخميس خطابا للاتحاد المصري لقرة القدم يطلب فيه ردا نهائيا وعاجلا لاستكمال الإجراءات قبل تصعيد أمام الجهات الدولية المختصة بشأن مخالفة لوائح الاتحادين المصري والدولي من جانب محمد الشيبي لعب بيرامجز بالجول للمحاكمة المدنية كل تقدير لدورها وقيمه برفع دعوة قضائية ضد لعب الأهلي حسين الشحات ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ده النادي الأهلي اللي رئيسه لجأ قبل كده للمحاكم المدنية وقال الأهلي في كتابه أنه سبق وقام بمخاطبة اتحاد القرى مرات عديدة لتطبيق اللوائح هو بيحب تطبيق اللوائح بشدة في 7-12-23 وتلقى النادي حينزاك ردا من الاتحاد في 4-1-24 يؤكد فيها على أن لعب المنافس بالفعل خالف الأوائح والنظام الأساسي لاتحاد المصري لكرة القدم ولا أحد فيه فاو أن الجهة المنوطة بالنظر في الواقعة والتي جاءت ضمن أحداث اللقاء وفقا لتقرير مراقب المباراة هي لجنة المسابقات والتي قامت بدورها وعقبة حسين الشحد بالإيقاف مبارتين وتغريمها 20 ألف جنيه وتمت أحالة لعبة الشيبي للجنة لانضباط بذات التاريخ لتخاذ قرار بشأن المخالفة وهو ما لم يحدث حتى الآن والله عقوبة كبيرة جدا قطر خيرهم إيه اللي بيعملوه ده وكمان اللي يدحك إن الأخ عدلي القيعي يعني الراجل في سنه المفروض ده ما يقومش من على سجيات الصلاة وليل نهار يدي يا ربنا إن ربنا يغفر له اللي فات من عمره ده هو مكمل يقولك إيه الولد اتهان بمراته وأمه وضرب بالقلم ده على مين؟ على الشيبي وأخدنا له حقه من النادي الأهلي وأخدنا له حقه من الشحات طيب فين حق حسين الشحات؟ يا راجل عب على سنك حق حسين الشحات اللي ضربه وسبله الدين اللي لغاية دلوقتي الولد متمرمط ومش عارف ياخد حقه هي دي قيم ومبادئ النادي الأهلي بتهيالي اللعب ده لو في أي نادي تاني ما كانش قاعد لحظة واحدة في النادي لو في قيم ومبادئ للنادي لعب قليل أدب بلطي عربجي المفروض ما يعادش في النادي دقيقة واحدة لكن نادي القيم والمبادئ بيفصلوا القيم والمبادئ على مزاجهم وفي ناس بتصدقهم ما اللي بيتضحك عليهم كتير وبيصدقوا نسيب نادي القيم والمبادئ المزيفة أو الروح لنادي القيم والمبادئ الحقيقية نادي الزمالك العظيم 12 لاعب يغيبون عن الزمالك أمام سموحة بالدوري السبب إيه؟ يغيب 12 لاعب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم من نادي الزمالك في مباراة سموحة والمقرر لها يوم الأحد على استاد بورج العرب الإسكندرية يعني بكرا إن شاء الله ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري نايل وجاءت غيابات الزمالك التالي وللأسباب التالية 1 شيكبالة إصابة في العضلة الأمامية 2 مصطفى زيناري إصابة في العضلة الخلفية 3 محمد صبحي إصابة في العضلة الضمة 4 مصطفى شلبي إصابة في العضلة الضمة 5 محمد أشف روأة إصابة في العضلة الخلفية 6 محمد عبد الشافي إصابة بالرباط الصليبي 7 محمود الوينش إصابة بالرباط الصليبي 8 حمزة المثلوسي راحة منعا للإيجاد 9 يوسف أوباما عدم الجاهزية الفنية 10 مهابياسر استبعاد فني 11 محمود علاء استبعاد فني 12 محمد عاطف أيضا استبعاد فني وتضم قوامة الزمالك لخوض اللقاء كل من حراسة المرمى محمد عواد معز علاء الدين وعبد الرحمن نفاد خطة دفاع عمر جابر وحسام عبد المجيد وياسر حمد أحمد رفاعي وأحمد فتوة أما خطة الواسطة نبيل أمد دونجا محمد شحاتة وأحمد حمدي وزياد كمال وسيد عبدالله نيمار سيف فاروق جعفر وعبدالله سعيد واتراف اسموتيابا وناصر ماهر وإبراهيم النضاي وأحمد مصطفى زيز وخط الهجوم سيف الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينولا نتمنى الشفاء لكل العيبة المصابة إن شاء الله والروح لفرمان جميز قبل مواجهة سموحة وعودات الجزيري وقرار الزمالك قبل مواجهة اللعب مع نهضة بركان في المغرب سعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خدمات التونسي سيف الجزيري مهاجم الأبيض في مباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز وكان الجزيري غاب على لقاء البنك الأهلي الأخير في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء ويستأنف الزمالك تدريباته في الخامسة ميسان على ملعب النادي استعدادا للقاء سموحة في الجولة الحدية والعشرين لمسابقة الدوري والمقرر لها غدا بستاذ بورج العرب وقفز الفريق الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون الرد في المباراة التي أقيمت بينهما بستاذ القاهرة الدولي مساء ولأمس في الجولة العشرين لمسابقة الدوري ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر في حين يتوقف رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر وجميزي يتحدث عن زكاء لعب الزمالك في الفوز على البنك الأهلي وسر تجاهل شحاته وبقاء سامسون احتياطه والخلاف مع الوحش بسبب مقطع فيديو قرر مجلس إدارة نادي الزمالك سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى المغرب لخوض الزهاب نهاي كأس الكونفدرولية أمام نهضة بيركين المغربي بطائرة خاصة لتوفير كافة سبل الراحة لبعثة الأبيض من المقرر أن تطير بعثة الزمالك إلى المغرب يوم الخميس المقبل الموافق 9 مايو الجاري استعدادا لخوض لقاء الزهاب أمام نهضة بيركين ويستأنف الزمالك تريباته في الخامسة مساء اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء سموحة المقرر له غدا يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي زمالك تريباته اليوم الساعة الحادية عشر على ملعب النادي استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز نتمنى الفوز كل الفوز لنادي الزمالك في مباراة القادمة إن شاء الله بإذن الله نادي عريق نادي محترم نادي القيم والمبادئ الحقيقي نادي القرن الحقيقي نادي الوطنية والكرامة تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم وتحية كبيرة لجمهوره اللي مشرفنا في كل مكان وتحية كبيرة للعيبة المحترمة لعيبة نادي الزمالك وتحية كبيرة لكل جماهير نادي الزمالك وإن شاء الله دايما موافقين ودايما بتفرح الجماهير ترجمة نانسي قنقر